السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنة وإليك المصير صدق الله العظيم سادة الصحفيون والأعلاميون ومن دوب وكالات الأنباء وممثلوا قنوات وشبكات تلفزيونية الحضور الكريم شعب مصر العظيم تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعقد مؤتمرها الصحفي الأول لكي تعلن عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد صورة الثلاثين من يونيو المجيدة تمثل انتخابات رئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد عيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع أعمالا لحقه التستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه وتؤكد الهيئة الوطنية الانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستورة والقانون وتختص دون سواه بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزرات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به أحكام الدستورة والقانون فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفاصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاس وذلك كله في ضوء ما كفى له الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات كأن تكفل لراغب الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملاً متى توفرت فيهم شروط الترشح واستفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاحة وفقاً للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضاء كامل عمالاً لنص الدستورة والقانون أسفل